لإدارة مباراة الأهل وشبيبة الثورة الجزائري لهدف واحد مجاملة الأهل على أي أساس يا مولانا قالك ما هو إزاي في آخر ثلاث مباريات آخر أربع مباريات الأهل يلعب أربع مباريات في المجموعة ثلاثة منهم للصدق السلمي حتى دي بتتقلب كذب لأنه الصدق السلمي ده حكم مباراة للأهل في الدور الأول الأهل وجيمة جفارة الأثيوبي صدق السلمي بقى بالمناسبة ممكنش عايدة أقولها يعني عشان فيه ماتش بكرة ما هو كان بيحكم مباراة الواصل الواصل وخرجنا من البطولة العربية بقرار هجيلك لتفاصيله منه قلتلكوا في الأول نعرف حقيقة التعينات بتتم إزاي عشان لما تفضي إلى ده مين اللي بيختار فاكرين الشخصية التونسية النافذة في الاتحاد الأفريقي والسستر وبوشماوي عضو اللجنة التنفيذية في الكاف وواحد من أصحاب الأدوار المؤثرة في مؤسسة الاتحاد الأفريقي وفي الاتحاد الدولي وراجل ابن الترجي وترجاوي عنيد وشفته الدور اللي لعبه مع الترجي في النهاء السنة الماضية مع الأهلي وإزاي جامهير الترجي احتفت بيه واحتفلت وشكرته لأنه قدر فعلاً يغير دفة النهائي للشكل اللي انتهى بيه طريب شماوي هو المشرف على اختيار الحكام في الاتحاد الأفريقي على لجنة التحكيم فأعتقد أبعد ما يكون عن مجاملة الأهلي مبدئياً بل عايزة أقول لكم أنه ممكن يكون جمهور الترجي دلوقتي وده طبيعي وإدارة الترجي يهمها الأهلي ما يكملش في البطولة كمنافس ومرشح مباشر مباشر ها طبعاً بميزان القوة يهمه أنه يخلص من منافس اعتاد أنه هو يلعبه في النهائي فألاقي طريب شماوي هو الشخصية النفذة في الإشراف على التحكيم في الاتحاد الأفريقي اللي بيختار المسؤول عن اختيار الحكام في لجنة الاتحاد الأفريقي إيه دمياه من سيشل ده الحكم الدولي الأديم وواحد من أقطاب التحكيم في القرى الأفريقية إيه دمياه هو اللي بيقوم بعملية التعيينات هيجامل للأهلي طيب إيه المعايير هما بيختاروا كده إزاي عشان تكتملوا الصورة برضو قدام حضراتكم في الأدوار الأولانية في البطولات الأفريقية بطولات الأندية بيحاولوا يوسعوا قاعدة الاختيار في وقت وفي نفس الوقت بيختاروا بعض الحكام من البلاد الصغيرة اللي عايزين يشجعوها فباستمرار تلاقي حكم جايلك من بنين حكم جايلك مش عارف من موزنبيق حكم جايلك من مدغاشقر من بعض الدول الصغيرة اللي الاتحاد الأفريقي في سياسته عايز يرعاها ويشجعها شوية أما بيجي يدخل في أدوار المجموعات والمنافسة بتشتد والمباريات لها أهمية بيبدأ يحدد حكام الصفة أو النخبة علشان يبدأ يعتمد عليهم لما بيجي يعتمد على حكام الصف الأول في الأدوار الثانية أدوار المجموعات بتبقى عنده مشكلة حقيقية أولا هو بيسعى إلى أنه يختار الأقرب للمنطقة الجغرافية علشان الحيز الجغرافي يكون قريب فيبقى فيه سرعة الوصول بالنسبة للحكام لأنه المباريات كل أسبوع فلو عايز يجيب حكم من غرب القارة ييجي شمالها هياخد وقت في حجزات الطيران هو بيستسهل المسألة علشان يتجنب أي تأخير للحكام أو أي مشاكل في الطيران أنه يلعب مع كل منطقة هنا بنلعب في شمال أفريقيا هيجيب لك حكام من شمال أفريقيا بتوقع الغرب بيجيب لهم حكام الغرب بنسبة كبيرة هو مش هيقدر يعمل ده بنسبة 100% لأنه فيه ظروف تانية هتفرض نفسها تاني وهي أنه طب ما فيه أندية مشاركة في هذه البطولات يعني ده مطش الجيمة جفارة والصدق السلم اللي قدر هذه المباراة اللي حاسبينها أنه هي في دور المجموعات بس ما علينا يجي يلاقي مثلا تونس الأفريقي موجود في مجموعة والتراجي موجود في مجموعة طيب هيعمل ليه في الأربع مجموعات قادي عنده مجموعتين مش هيقدر يودي له حكام من تونس زي ما الأهل موجود في مجموعة والإسماعيل موجود في مجموعة فجهات جريشة حكمنا الدولة الكبير مش هينفع يحكم أي مباراة في المجموعة اللي الأهل فيها وإلا هتبقى فيها تعارض أو في شبهة أو ممكن يتهم بحاجة يعني أنتم متخيلين دلوقتي الأهل بيلعب مع شبيبة الثورة يقدر الاتحاد الأفريقي يودي جهات جريشة المصري أو حكم من الجزائر يحكم مباراة سيمبا التنزاني وفيتا كلب مش منطقية أبدا مبدئيا هتحيطها الشبهة حتى لو كان الراجل فير جدا لكنه هتبقى فيها شبهة الاختيار فالاتحاد الأفريقي كوضع طبيعي بيجنب حكام البلد الوحدة اللي ليهم أندية يبعدهم عنه فحكام تونس مبعدين عن مجموعة التراجي ومبعدين عن مجموعة الأفريقي يبقى فيه مجموعتين مجموعة الآلي والمجموعة الثانية دول اللي يقدر يجيب لهم حكام من تونس المغربة نسبة كبيرة من الأندية المغربية موجودة فبيتجنب حكام المغرب يوديهم الجزائر نفس الحكاية يوديهم في معادة المجموعة اللي فيها الأندية الجزائرية مفهومة فكرة الاختيار عشان تبقى عارفين هو مش بيجامل الأهلي لأن انتوا لما هتعرفوا ومين صدق السلمي وعمل إيه مع الأهلي قبل كده هتعرفوا إزاي الناس دي بتتجنع على الأهلي وهما بيتهموه بكده صدق السلمي أدار الأهلي وجيمة جفارة الأسيوبي اللي انتوا شفتوها في الدور الأول طيب هل لما أدار مباراة الأهلي وجيمة جفارة جامل الأهلي في حاجة هنجيله المباراة الأولى للأهلي مع جيمة جفارة في برج العرب الأهلي فاز 2-0 ما كانش فيه أي شبهة أي مجاملة للأهلي في حاجة وده مش رأيه ده رأيه نصر عباس الحاكم الدولي وعضو لجنة الحكام هنا واللي بيعمل تأرير فن مهم لليوم السابع وموقع سوبر كورا تأريره عن الحكم شخصية وسيطرة على المباراة تمكن الحكم من السيطرة على أحداث وسير المباراة بفضل قراراته الصحيحة على مدار الشيطين تعاون كامل مع مساعدته تسبب تقدير الأخطاء 88% نسبة جيدة في التمييز بين الأخطاء بشكل صحيح العقوبات الانضباطية أنظر هشام محمد التعاون مع طاقم التحكيم تعاون جيد درجة صعوبة المباراة كانت المباراة سهلة نتيجة فرق المستوى فنياً وبدانياً للصالح الآلي تطبيق مبدأ إيطاحة الفرصة طبق الحكم إيطاحة الفرصة ومنح الأفضلية للفريق ما يجب تطويره في أداء الحكم وفقاً لرؤية ناصر عباس يحتاج إلى التحرك الصحيح بعيداً عن مسار الكرة لأن كادت الكرة تصطدم به في أكثر من مرة في الـ 24 و 46 و 86 ودي مشكلة كبيرة للحكم في عدم التحرك وقراءة الملعب ده تقرير بالمناسبة القانون كان بيعتبر الحكم هوا دلوقتي معاتش هوا لأ لما تصطدم به اللعبة بتكمل إن شاء الله دين جون بالوقتي يوقف اللعبة يعمل سقار وده الفير أيوة حكم الصدق السلمي المباراة التانية له للأهلي الآل وفيتا كلاب بالكونغولي دي كانت الجولة التانية في هذه المجموعة الرابعة الآل فاز 2-0 ناصر ماهر وعلي معلول من ضربة جزاء صحيحة جداً كلكوا فاكرينها ولولاً نحن ما عندناش حقوق من لهذه البطولة اللي لها الشاركة النقلة كنا قلناها لكن طب ما هو صدق السلمي حكم مباراة كبيرة فيما بينهم حكم سانداونز وآسك الفوري مباراته مع الأهلي ما كانتش هي الحالة الأولى أبداً في البطولة هل حكم يحكم مطشين لفرقة واحدة ده نحياز الأهلي هل محتاج التلميح والتلقيح إنه المسألة كلها لخدمة الأهلي طب لو هي الفكرة بكده إنه لما يجيب لك حكم حكم لك مطشين قبل كده يبقى فيه شبهة اللي جاي ده يبقى إيه اللي جاي ده تسموه إيه وهل الاتحاد الأفريقي هيجامل كل دول ولا الناس دي كل هدفها ترمي طبطين على الأهل وخلاص أو تحاول تضغط على الحكم قبل المباراة أو تحاول هو ده هو ده تزرع الشك هو ده بالضبط يعملك شوشرة عليك تضغط على الحكم عشان يأثر على قراراته عشان يحرد الفريق الجزائري كلام ده في مصر ضد نادي مصري في مباراة على أرض مصرية لكن نهجينا دايما وأبدا في ملك وكتابة الرد بالمنطق إذا كنت عايز تصدق إنه الاتحاد الأفريقي لما يختار حكم لعب مطشين لفريق واحد في دور المجموعات وما كانتش الجيمة جفارة في دور المجموعات بس هحسبها لك دور المجموعات إذا اعتبرتها كده قل لي رأيك في اللي جاي الحكم السوداني الفضل محمد حسين لعب مطشين للإسماعيل الأولى قدام شبيبة قسنطينة في الجزائر واللي الإسماعيلي مع الأفريقي في تونس هيبقى السابت اللي جاي لالإسماعيل اعترض ولا قال إن الحكم مكرر ولا قال إن الرجل ده محطوط علشان يخرج من البطول قادي الإسماعيلي مش الأهلي طيب الحكم التونسي يوسف السريري أدار مبارتين لأسك الإفواري واحدة قدام استاد مالي كان في دور الـ 32 والتانية قدام سانداونز في دور المجموعات هل الاتحاد الأفريقي بهذا الاختيار يوسف السريري حكم ملاكي لأسك هل يمكن اعتماد نفس المنطق الحكم الأنجولي هيلدر مارتينيز لعب مطشين لفيتا كلاب المنافس المباشر للأهلي اللولة كانت في كنشاسة قدام بانت وبطل لسوته والتانية كانت أمام شبيبة الثورة الجزائري نفسه في كنشاسة نفس المنطق ونفس المعيار ونفس العدد دول بيجاملوا الأهلي طب لو بيجاملوا الأهلي الاتحاد الأفريقي بيجامل الأهلي هل الاتحاد الأفريقي كان بيجامل الزمالك ذات نفسه ليه لما يسند الحكم يسند الاتحاد الأفريقي للحكم الغاني دانيال لا راية مباراتين في دور المجموعات للزمالك الأول على ملعبه قدام مصر حسين داي المطشين في المطشين في المطشين والتانية للزمالك قدام جورماية والاتنين في المطشين في مرج العرب قادي مطشين لهذا الحكم حكمهم للزمالك في هنا في مصر في مصر وفي دور المجموعات أرجوكو بتعريف عقل شوية قبل ما نرمي الناس بالباطل وقبل ما نشوه وقبل ما نزرع الشوك وقبل ما نضغط على حكم بيحكم مباراة لفريق مصر على أرض مصرية ادوني منطق ردوني بنفس المنطق صادق السلمي سبق له أن أدار مباراتين للأهلي واحدة في دور الاتنين وثلاثين وواحدة في دور المجموعات الحكم الغاني أدار مباراتين للزمالك أيضا بس كمان في نفس دور المجموعات الاتنين والاتنين في مصر صحيح ما طلناش احنا قلنا علامة استفهام تحت الحكم ولا قلبنا في مسيرة الحكم ولا عمل إيه ولا يعنينا كل التوفير لناد الزمالك والإسماعيل وكل الأندية المصرية لكن هذا الاتهام لما يكون بهذا الشكل نحتاج رد بهذا المنطق وبنفس درجة الاحترام بس نحترم عقلية المتلقي عشان الناس اللي بقى فاهمة الصح فين والغلط فين والناس اللي بتفتري بأي اتهاماته خلاص الحكم صادق السلمي قلتلكو تقريره في مباراة الأهلي وجيمة جفار يعني بصها السيد إبراهيم لكن هو النقطة يعني خلاص دخلنا في تفاصيل قوي مسألة انت بتختار انت قلت المعايير ان حكم يحكم ماتشين متكررة ان الحكم بقى ده الأهم لما حكم للأهلي طيب لو هو بيجامل للأهلي ما حسبش ضربة الجزاء ليه وكان للأهلي زمنه في بطولة العربية لحد النهار ده ماتش الواصل خرج الآهلي بسبب صفارة الحكم نفسه نفسه لدرجة ان فيه كانت أصوات بتنادي ان الأهلي يعترض بس الأهلي مش عايز يعترض لأن مش نهج الأهلي ان يعترض واخد بالك هو بيعتبر ان ده خطأ في المباراة وان احنا رجعنا لومنا المستوى الفني أكتر من لوم الحكم للنادي الأهلي يا دي الوقعية بتاعتك اي الكلام اللي بتقال ضغط على الحكم عشان الحكم يبقى له موقف الحكم الجزائري اللي اتهموه ها بالرشوة بتاع الفاينال قدام التراجل اللي كان في القاهرة هنا ها بعد شهرين او ثلاثة يصدر الاتحاد الافريقي براءة هذا الحكم لكن وقتها كان من المناسب انه يتحطط تحت دائرة الاتهام عشان يحصل في الاهلي اللي حصل في مباراة العودة يا جماعة اتقوا لها شوية لان الدنيا والله ما هي مستحملة احنا لو ما احنا يعني بيعملين يكبر في عقلنا ونرد بالموضوعية لو اشتغلنا بالطريقة دي هيبقى تجو جهنم انك تفضل تخترع حاجات وتشتكي وتزور جوابات وتعمل مدخلات يعني وتخترع مواقف هذا امر يجب ان يتوقف فورا زي ما عايز تتهم صدق السلمي انه اختياره انحياز للآله ارجوك قل لي رأيك في جهات جريشا حكمنا الدول الكبير المحترم النازيه والاتحاد الافريقي بيسند له مباراتين للتراجي التونسي جهات جريشا بيحكم مباراتين للتراجي قدام الصفاقس وقدام البنزرتي في الدور التونسي سوري في الدور التونسي بيستعام بيه في مباراتين للتراجي نفسه هل ده اختيار موجه هل صدق السلمي لما يحكم فيه خمس مبارات في الدور التونسي بينه منهم تلات يعني يحكم السنة دي خمس مرات منهم تلاتة للافريقي هو بيجامل التراجي ولا بيجامل الافريقي الغريم التقليدي ليه من الخمسة بيختار تلاتة للافريقي زي الحكم مهد عبيد شارف اللي المهد سعد لأشار إليه حكم مبارات برج العرب في النهاء الأهل والتراجي اللي قال إنه الاتحاد الافريقي ويتقال السواء أوقفه أيوة أوقفه لحين التحيي معاه ولما حقق معاه برقه ولما برقه بعت للاتحاد الجزائري إنه هذا الحكم سبتت برقته فرجع يحكم تلاتة أو رابع مباراة في الدوري الجزائري لعب النهاردة مباراة يعني هو أنت لا هو ساعتها إيراد الكلام في السياق ده دلوقت مبارح وأول مبارح هدفه إن أنت تقول إن الأهل راشى هذا الحكم كده لإنك زورت جواب بهذا المعنى وما لقاش حد يحقق فيه وبعدتوا للإعلام التونسي وطلع برنامج تونسي ممكن نعرضه دلوقتي قال مين اللي بعت لهم الجواب في تسميم أبار أكتر من كده في زرعة أشواك أكتر من كده بنقول لكم كل التوفيل لنادي الزمالك وكل التوفيل وكل الأندية اللي بتشارك بس لاحظوا إنه الأهلي لما بيلعب في بطولة عنده أهداف فيها والزمالك عنده أهداف فيها هل من مصلحة الكرة المصرية إعاقة تحقيق هذه الأهداف من قبل أي أطراف محلية لصالح أطراف خارجية هل كده إحنا فعلا بنخدم الكرة المصرية لما أحاول بكل وما يتقليش أصحنا ما جبناش سيرة الأهلي الكلام ده ما ينطليش على حد عائل شوية أنت عملت وقول ليه الاختيار وإحنا ما بنجيبش سيرة الأهلي بس ليه الاختيار ليه الاختيار لأن أنت لو فتحت صفحة الاختيارات كلها هتلاقي كلها هتلاقي جالك حكم للزمالك مرتين أنا شغلتي أن أبرر له ليه الاختيار هو الكلام ده ما هو عايز كده أنه هو ده ما يبقى موضوع مصير الجدل يعني أنا نفسي مش شايف أن الموضوع ده يعني هو يستحق الرد في مجال ازهار نواية التربص بس لكن موضوعية الاختيار ده 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 حاجة يعني آآ آآ يعني حاجة أوفر آآ وإن إحنا نقعد نفهمهم المعايير والآآ لا إحنا بنقول للجمهور علشان ما تنطليش عليه فكرة اشمعنا ده طب واشمعنا جهات جريشة مراتين للتراجي واشمعنا الحكم الغاني مراتين للزمالك اشمعنا كل ده أنت وقفت عند الآلي بس عشان تخلق انطباع ماء يخلق علامة استفهام مش مولودة وتضغط على الحكم التونسي لكن لو إحنا هنرجع طب وقال التحاد الأفريقي بحاسب حكامه أول باول مش لسه الأسبوع اللي فات قرر إيقاف الحكم اللي أدار مباراة نهضة بركان والرجاء في المغرب لمدة سنة مصادر القرار كده بمنطقة الوضوح إيقاف الحكم أنتوان ماكس ديبادو لمدة سنة والقرار تطبيقه اعتبارا من 6 مارس الحالي كان بيحكم مباراة في الجولة الرابعة في الكنفدرالية بالنهضة بركان والرجاء البيضاء والمغربي يوم 3 مارس والاتحاد الأفريقي شاف أنه أخطاء أثرت في النتيجة فوقفوا وهو ده اللي احنا بقى بنقوله أستاذ إبراهيم لمدة سنة ليه عمالين كل ما نيجي نتكلم مع التحكيم وكاننا عن ضع حصانة ما احنا نتعملنا الحكم بشر والبشر بيخطئ طبعا والبشر بيتعرض للنقد طم تحقق مرة وتديني نموذج مرة واحدة في الحالات الفجأة عملت زي الاتحاد الأفريقي كده وعقبتها حكا وتعلن يعني ماعلنش ليه ماعلنش ليه أضحك على مين يعني لو هي على الأخطاء ولو الاتحاد الأفريقي بجد ولو الأهل من البكائيين قوي اللي مع مجرد خطأ يقعد يعاية ويبكي سنين طويلة ويقلبها المظلمة التاريخية أيوة كان الأهلي عمل حائط مبكة أفريقي يعاية عليه كل الصبح على البطولات اللي ضاعت بفعل هذه الأخطاء اتفضلوا 2007 ضربة جزاء غير محتسبة للأهلي في النجم الساحلي ماتش الزهاب 2007 يا ريت هفو خلصت على كده ده إدى انزار لبركات عشان يغيب ماتش القاهرة آه عشان يغيب ماتش القاهرة بصوا يعني هتتعاد تاني دلوقتي شوفوا درجة الوضوح اللي فيها آه دي بركات آه ما تتحسبش ضربة جزاء في مباراة زهاب آه آه وياخد انزار عشان يغيب ماتش القاهرة شدوا من الفانيلا والشرط طب لما يجي ماتش القاهرة نفس الفرقة النجم الساحل لا العودة ده كان العودة هو اه دي العودة مسخرة ضربتين جزاء آه اه اتفضلوا مجزرة تحكمية كانت النتيجة واحد واحد ساعت ابو تريكا يعني اتجنل من اللي شايفه وهو ده الحكم المغرب العرجون اهو اتفضلوا ده محطة مرحش اتفضل اهي بص التانية بص التانية في الدفع المباشر في ظهره داخل المنطقة هتتعد الوقت وبمنتهى اهو وقدام عين الحكم اهو بيقول له تاني يعني ولا الهواء هتتعدوا هتشوفوا حضراتكم لان لو كان كده كان الاهل زي ما بقول لكم عمل حائط مبكة على كل البطولات اهي دي بتاعت ابو تريك ودي شديد انه شديد في دفع جديد وظلم جديد وبعدها راح احترد عماد النحاة اهو ادي الايد التاريخية اللي انراموا لا اتفضلوا ادي لقب تاني ضاع في الفين وعشر واخر بطلتين ايد راموا بمنتهى الوضوح وضاعت بطولة خرجت بضربة يد مباراة فولي بتلعب كرة طائرة في الملعب ايه اهو ما عرفش انا لو كان كده كان الاهل لعمل ايه بقول لكم اخطاء تهدر القاب فضلوا وشط بمدى الحياة من التحكيم وتم الابض عليه ومحبوس حاليا شوفوا اللي عملوا ساعتها من اخطاء في طرد محمد يوسف وعدم طرد ايمانوال امونيكي في فول كان واضح جدا بقول لكم الاخطاء مش بنتكلم في فكة بنتكلم في الاخطاء اللي اضاعت دي نمازجة سيد زبريم مش حصر اه اخطاء كتيرة بتضيع لقب انتو بتتكلموا على اهو متى بلا اديني ظهرك وكرت احمر يوسف كان بياخدوا الكرة من اشرف يوسف ساعتها على ما اذكر عشان يلعب اهو يعني كل الوقاعة دي على سبيل الامثلة مش الحصر لكن الاهلي ما بيتكلمش لو كانت المسألة كده كانت عمل لها حائط مبكة بجد هنطلع لفاصل وبعد الفاصل تحب تتطمن على شبيبة الثورة يا رب بتطمن عشان ان شاء الله تتطمن بعد الفاصل ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه شكرا